ويبدو ينم هذا الحس الوطني على ذكر الانطلاقة المقاومة الشعبية في السودان خطط خطوات هائلة في تحقيق انتصارات والشباب الآن أكثروا إدراكا نقطة تسليح النساء وتسليح بعض القبائل هل قائمة لدى زهن الدولة السودانية أو القوات المسلحة لحماية هذه الأطراف مترامية الأطراف على أقل نعم المسؤولين تبامل الآن أدركوا الأخطاء كبيرة جدا الحصلت في الماضي والتي هي متعلقة بتسليح المواطنين على أساس قبل وعرقي وبالتالي حتى في البداية عندما كان في الكلام عن النفرة الشعبية أو الاستنفار الشعبي كان هلالك توجيس كبير جدا من الغادة تجاه هذه العملية وبالتالي كان التفكير لا بد أنه يكون هناك تنظيم وترتيب وأن هذه المسألة كلها تتم تحتز مظلة القوات المسلحة ودل حدث التنظيم بالنسبة لهذه المقاومة الشعبية خلق لها قانون وأنها تدار أول يكون المسؤولين منها في كل المدن أنهم يكونوا من غادرة القوات المسلحة السابقين مشكلة حتى في المسألة الأخيرة بتاعة الجزيرة والاستفزاز التم بالنسبة لكل القبائل وأصبحت كل القبائل يعني تبدى مشاعر العالي جدا بأنها تدعم قبيلة الشكرية التي تم الاعتداء عليها في منطقة البطانة وكانت هذه القبائل يمكن كلها تشهل سراحة وتغاتل الدعم السريع القوات المسلحة يعني عملت بأنه يتم هذا الاستنفار ودعم الشكرية تحت مظلة القوات المسلحة أنا أفتكر دي انتباهها باكر جدا من المسؤولين الآن لهذه العملية ولا بد أن تستمر بهذه الصورة ومشكلة أنا أفتكر يعني الآن بالذات يعني حركة العدل والمساوة اللي بيها بغيادة جبريل والتحرير السودان بغيادة ماني أركم الناوي وكذلك تنبور وكل القبائل أو الحركات التي كانت بينتمي ليدارفور من القبائل الإفريقية الآن بالمناسبة حسهم والوطني أعلى من أي جهة أخرى دكتور خالد وإحنا الوقت يداهمنا هل الصراع في السودان صراع النفس الطويل الذي ستنتصر فيه القوات المسلحة والدولة السودانية؟ ما في شك ما في شك أصلا شوف أقول ليك يعني لأسوأ الظروف إنه لو تمت في لحظة من اللحظات هزيمة القوات المسلحة بواسط هارو الأوباشو دي إن شاء الله ما يحدث لن يعني يترك الشعب السوداني هذه المسألة الشعب السوداني كله الآن أدرك الخطورة والمسألة دي موجهة يعني للشعب السوداني بالتحديد فبالتالي يعني لن يحدث ذلك المسألة الثانية القوات المسلحة باحترافية ومهنية هي استطاعة تواجه أكثر من 17 دولة عندما بدت هذه المسألة في 14 أبريل 2023 كان السودان يواجه أكثر من 17 دولة بصورة مباشرة يواجه الاتحاد الأفريقي يواجه الإيقاد يواجه أمريكا يواجه فرنسا يواجه مجلس الأمن وكلهم كانوا على قناعة بأنه الدعم السريح حسن ملسأل دي استطاع الجيش السوداني بخفرته يعني تصور أخي الكريم عندما حصل الهجوم الأول واللي كان فيه حميد تبي يخطط من الزمن طويل جدا يحشد قواته في الخرطوم لو سمح قائد الجيش بالنسبة لي ضباط الجيش بأنهم طبعا كانوا بيكرهوا ما كانوا بيقبلوا الدعم السريح كلهم دارين شيلوا بناديق ونمشوا يغاتلوا الدعم السريح لو سمح لهم قائد الشعب الجيش بهذه المسألة كان تم تبادة الجيش والدعم السريح كان الآن يحكم السوداني ترجمة نانسي قنقر